ابن عم الكبير أصاب محمد محمود عام تحرّش بيه وأنا صغيره ولما قلت له أبويا ما سدقنيش باي يوم أن مات وادو العين قال لها نقول إلا ما يرضي مردنا إذن لله وإن أليم أنا قرأت أن الله رفع الحرج عن المرين ثم يساوينه ولو علمه من الطرف الآخر لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم في نبي فتبينوا لماذا لا تتبينوا إنما تنطرقون هكذا في الدنيا تصيبون هذا بسهر وهذا برمح الله جعلها مصيبة واحدة أنتم تجعلونها مصيبات ومصيبات إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة مصيحة لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقلم لأن الجريمة لا تفي ساعة مع حنفي أهلا بكم أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي قناة معنية بعالم الجريمة بنحاول نلقض على الجريمة وأيضا بنوصل رسالة أن الجريمة لا تفي تعالوا نشوفي الجريمة البشعة اللي حصل في إتيال برود محافظة البحية بنت جميلة عندها 24 سنة اسمها علياء عامر علياء عامر بنت لسه في سن الظهور 24 سنة على قدر كبير من الجمال عائلتها كلهم متدينين عمها وأبوها ناس مشهود لهم بالتدين وبالالتزام وبالزجي الإسلامي والمصر الإسلامي جميل علياء في وجه أنا إن هي منزلة على صفحتها على الفيسبوك على صفحتها الشخصية يعني مش بقولوا إن حد خد صفحتها ولا حد انتحل اسمها ولا حد لا ده على صفحتها الشخصية كتبتين علياء عامر البست بتاعها ابن عم الكبير ابن عم الكبير عصام محمد محمود عامر كيبه اسمه خماسي عصام محمد محمود عامر مالو يا علياء اتحرش بيا وأنا صغير ولما قلت لأبويا ما صدقنيش ده آخر بست هي منزلة وفي الآخر بتاعتي كتبه باي مع السلام زميلها لما أروا البست إيه ده علياء عامر كتبه إن ابن عمها عصام اتحرش بيا وهي صغيرة وأبوها كمان ما صدقهاش وكتبه كلمة باي طب ايه يعني كلمة باي دي طاريت كلمة باي فهموها بعد ما اتصلوا بعلياء ايه عليها الموضوع فوجوا بصوات وزعاء علياء طلعت خامس دور ومن شباك وقطتها ورمت نفسها لما لأت أبوها ما صدقهاش طبعا حدثة بشعة البنت ماتت في الحال خمس دور نزلت على دماغها ماتت في الحال تخيالوا حصرت أبوها ويا لها أربع إخوات طبعا النيابة الشرطة التحريات من خلال الشرطة والتحريات قالوا إن في خلافات بين علياء وبين أسرتها والدها وإن كان فعلا فيه موضوع التحرش وهي صغير حتى لما الدكتور نبيلو القطو ده أستاذ الأمراض النفسية قال لك أصعب شيء على الطفل أو الطفلة لما تعرض بتحرش إن هي بتبدأ الرواسم متراكمة جواها ممكن في أي وقت تنفجر في داخل صاحبها وهو بيعزي انتحر علياء إن ما قدرتش تستوعب اللي حصل لها وهي صغيرة وفضلت تكتم تكتم وفي الأخر راحت قالت لأبوها علشان تستريح وتفطفض مع أبوها وللأسف ما لقيتش استجابة وما لقيتش إن أبوها مقتنع أبوها ما اقتنعش بكلامها ما سأدهاش فالبنت أصيبت بإحباط أكبر أدى بيها إن هي تلقي بنفسها من الطابق الخامس علشان تموت في الحال طبعا أنا أول ما سمعت الخبر البنت دي كان بإسم ابن عمها الكبير ده بتقول لك إيه ابن عم الكبير أصاب محمد محمود عام تحرش بي وأنا صغيره ولما قلت لأبوها ما صدقنيش باي طبعا كلنا الحادسة هزتنا جامد وكلنا لوبنا الأب إنت كت فيه ليه ما خدتش بنتك في حضنك ليه ما سمعتهاش طب ليه ما جبتش ابن عمها وتحققت من الموضوع ده إنتوا بيت واحد وإنت راجل متدين جدا وناس كلها ملتزمة ليه ما سمعتوش وطمنت البنت وخدت البنت وقدتها لطبيب وطمنتها على نفسها يا حياتي كنت صغيرة التهيوات الحمد لله إنت لسه بنت انسي الموضوع ده خالص إنت كنت عالي صغيرة هو كان مراهب هو ما يعرفش بيعمل إيه هو إنت كنت صغيرة ونمشي الأمور بشكل ودي بحيث حيث تكذبها وتنهرها مثلا وما تصدقهاش تخلى البنت تعمل في نفسها كتب طيب تعالوا نشوف تقرير الطب الشرع بقى ودي مفاجأة تاني الطب الشرع قالك الأعضاء التانسولية العالياء كاملة تماما وإن البنت بكر عزراء وإن مفيش أي مظاهر لا اعتداء قديم ولا اعتداء حديث طيب خد المفاجأة التاني طلع أبوها أو ادنا عمها تقريبا أو عمها طلعك بفيديو مبكي مؤسر جدا أعتقد أنه أبوها وهو بيقول يا جماعة ليس على المريض حرج وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو رجل متدين جدا والفيديو مؤسر جدا وهو بيبكي يعني بيقول يا جماعة بنتي كانت عندها ظروف نفسية ومريضة وعملت كده نتيجة الضغوط النفسية أو المرض النفس اللي عندها وبينفي تماما وقعت أنه ابن عمها تحرج بها وخلابه لكن صب كل كل كلامه على أن عليها مريضة نفسيا وتعاني من مشاكل نفسية هو اللي دفعها إلى أنها تركي بنفسها من الطابق الخامس وقال أن العزق قاسر على المقابر وربنا يصبرنا في مصيبتنا وهو في حالة يعني خلنا كلنا نبكي على بكاؤه راجل كبير في أواخر العمر وأرزاله طبعا صعب جدا عليه أن عروصة عندها 24 سنة تموت بهذا الشكل وأنا شاف أن تقرير الطب الشرعي هدى المجتمع كله وهدى كل أهالي قرية أو مركز إيتيال برود محافظة البحيرة أن البنت الحمد لله مفيش لا تحرش ومفيش أي نوع من الاعتداء الجنسي عليها هي بطولة أنا صغير لكن الطب الشرعي قال لك مفيش يعني ممكن يكونوا تحرش بيها لكن ما ظهرش كان نوع من التحرش الخارجي ما نقدرش نبزم أيها أو لا لأن البنتنا ماتت بعد ما سجلت تاريخ وبوست سجلت فيه سبب انتحرها إن أحصان متحرش بيها وإن أبوها ما سدقها أبوها بيقول يا جماعة أنا بسامح كل اللي تكلم في حقي بنتي وفي حقي وأنا راجل بدعا من ربنا يغفر لنا جميعا نوع من التدين واللي خلانا كلنا تعاطفنا معاه كتير لكن كان نفسي يطلع أصام محمد محمود عامر وينفي بنفسه أصام ما طلعش صحيح ممكن يكون قالوله لا ما مش عايزين نكبر الموضوع وخلاص أبوها أبوها قال الكلام ده وهم بيصلوا عليها صورات الجنازة ورحين يدفنوها والعزع المقابل ممكن لكن أصام موقفه صعب جدا في مواكهة أهالي إيتيال بارود الناس كلها مش هينسوا البوست العلياء من الزلاع على صفحته وللأسف الصفحة تبدل مفتوحة وهيبدل البوست ده تاريخ أسود في جبين أصام إذا كان هو الفاعل فاعل متحرش بها ويصغير لكن هل ممكن المرض النفسي يهيي لعلياء اللي عندها 24 سنة إنها أياما كانت طفلة إن ابن عمها عصامت حرش بيها أبوها برر ده قال إن هي يا جماعة بنتي مريدة نفسيا وبنتي غير مدركة اللي هي بتقوله وليس على المريدة حر موضوع صعب كلنا فعلا يعني تأثرنا بيه ربنا عايزين كلنا نقول ليه علياء عامر نكتب يا جماعة في البسطات كلنا نقول الله يرحمها الله يرحمها ماتت وهي لسه ظهر عن طهر 14 سنة ربنا يرحمها رحمة كبيرة ربنا يصبر أبوها ويصبر أخوتها الأربع ربنا يجعل إن شاء الله تعالى مسواه الجنة لأن هي ضغوط نفسية وممكن يكون أبوها فعلا كلامه صحيح إن هي مريدة نفسيا ربنا يعافيها وصحيح ليس على المريدة حرج لكن أرؤوني في النهاية لله الأمر من قبل ومن بعد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة